موسيقى من تابع حلقتنا مع واتس كوكينج ومع شف شيربين صافيين اليوم عنا وصفة الجيج بالبابريكا هاي شف بونجور عنا بابريكا أو معنا ما شفت البابريكا كيف تعمل الجيج بالبابريكا وما فيه بابريكا طلع فيه كنت مخبيهون عم بتطلع ملقي بابريكا بابريكا نحن نعمل الجيج هاي كي نقوة طعمة للجيج هاي كي الأكل اليوم ألفة من حاطين عنا تقريبا 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 تلات أصناف من الخضرة يعني هنالفطر البطاطا الحلوة البتنجين هلو نبالش نقليون بالجيج بدنا نجرح للجيج بدنا نلطن بتحين وبيض مش بني يعني بس عطان عطيهم كوت من بره بدنا نعملون سوته والسوس كتير هيني قصتها للسوس لأنه راح بتنحط كلها على البريد بتنجمع على البريد بتنحطه على السخن تتسخن بس؟ وتتقدم معه عنا شو كريم بيض و عندي الكريمة عندي السويا هين الأساس عندي البلو تشيز أكيد اجباري عندي أكيد مجرد نحكي سموك تابريكا بدي يكون فيها سموك تابريكا بقلبها حق ثلاثة دقائق السوس ولا أمام ايك اي ما فيها ما فيها ما نعقد السوس فيها نجمع على البريد ونحطها على السخن بس نسخنها ندوب تندوب البلو تشيز بقلبها نرجع نقدمها مع الجيج وفينا نستخدم لهذه السوس نشيل منها البابريكا نستخدمها كمانا مع اللحم نزيد عليها بلاك باكر نزيد عليها عشاب كمانا ما في ولا اي مشكلة يعني هايدي السوس هي بتمشي كتير مع الستيك ليلي ما بيحبوا كتير يشتغلوا بسوس وعقدوا حياتهم بسوس تاخد معهم وقت هايدي السوس حقا خمس دقائق على النار ما فينا خوني كدهاتا مكوناتها هيني كتير مكوناتها هيني كتير هلأ خليني بلش قللي أنا البطاطا الحلوة لأنه أكتر شي رح تيخد معنا وقت بنا نحط أكيد يحصوا من التوم نحطه هوني على النار يد مش مبايلي أنا بطاطا حلوة قدما أسسها صغيرة أسسها كتير صغيرة بنا زيت زيتون بنا نحط حسين من التوم هلأ بس تحمى دغري بنا نحط البطاطا الحلوة بقلبها خلينا نبلش نحضر أنا وياكي للجاج هلالجاج رح يقول أم مقلة أو بالفرن نصد لجاج؟ لا نصد نصد كمانا بالمقلية هلأ بدنا نحضر خلطة البيض على طول بدنا نخفو البيض مضبوط مفارسة يعني؟ مفارسة يعني تقريباً بدنا نلتها تقريباً بالبيض والتحين بس دانا نعمل لها غليف يعني مثل اللي فيك تقولي مثل بيكاتا يصير فعليه هيك أرشي حلوه من بره لو بدنا نعملها بانيك انا بدنا نأكيد نجيب نستخدم الكعك هلأ هون لا ما رح نستخدم الكعك اليوم رح نستخدم بس البيض والتحين لكن عنا ثلاث اشياء نحضرها لتجاج والثوت والخضرة مظبوط مظبوط هذه الأشياء الثلاثة نحن نحضرها من الأكلات السريعة من الأكلات الصعبة ملح أكيد ولكن هناك الكثير من الملح أنا أعطي البول لديك تقلل لديك الأشياء الأساسية لديك تعملي لديك تعملي معها فريط لا يوجد مشكلة بروكولي أكيد لا يوجد مشكلة طبيعي دائما نحن نضع أنا على طول داني أعطي هذا يعني نقول أن الأشياء اللي ما فينا نغيرها ما فينا نغيرها الأشياء اللي فينا نستبدلها فينا نستبدلها طبيعي أنا بتقديلي هذه الأكل مع فريط روعة أو بطاطا محمرة بالفرن كمانا مش غلط هلا حتنا بابريكا بالبيض كمانا حتنا بابريكا بالبيض كمانا حتنا بابريكا طبيعي والبيض وملح نفوقهم مضبوط نتأكد أنه مئة بالمئة صار الملعون شكلاته صوى منه فاصل عن بعضه يعني خلص فات الزليل والصفار ببعضهم على طول مجرد منه نعمل حيالة شيبانة منكنا هون عندي أنا التوم ضغري الزيت زيتون والتوم بدنا زيت زيتون ياخد من طعمة التوم نضيف البطاطا الحلوة نتركن يتقلط ياخدوا شوية لون ما منحركن كتير هون البيض صار عنا جاهز يلا نحط كمانا مقلية تانية تنبلش بلتجاج هلا تنبلش بلتجاج حلوة فكرة البلوتشيز بالسوس اليوم البلوتشيز بالسوس ما فيني خبرك ادي بتاعتي طعمة وبتكسر طعمة البلوتشيز يعني اوقات في ناس ما بيحبوها ولا بتضل قوية لا لا تكسر تكسر الطعمة أنا مرا حط كمية كبيرة منشان هيك هلا بتشوفي انه الطعمة طعمة البلوتشيز خفيفة فيها لانه خفيفة بتعتيك طعمة كتير 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 طيبة وغريبة يعني بتصيري تتحذر ايه شو ها التعمة في كتير ناس ما بيحبوها لان ما زبوط بيحسوها كتير اوه نحنا عم نستخدم هلا كمية كتير 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 قليلة يعني ما بدنا نحط كمية كبيرة من البلوتشيز لانه منها اساسية لانه مجرد نحط كريمة وبلوتشيز مع بعضهم تطلع كتير دلعة اذا اذا خلطنهم بكمية كبيرة مع بعضهم هون عندي لجيج لحظتي انا فتحت صدر لجيج كليته وصوت هلا منجرحو تاي صير رقيق منجرحو لغاية انه تاي يقدر يعلق عليها البيض والتحين من ميلة واحدة من ميلة واحدة ما بيأسر ان هي خلص لجيجي صارت كتير رقيقة يعني حقها ديقتان ثلاثة استوى على النار ما بيأسر عليها خلاص دغري تستوي معنا لما نجرحوها تمتص النقعة وبتستوي أسرع لانا بتعرفي على طول صدر لجيج هو مناشف انا بقول على طول الورك أطيب بس الليالي ما بيحب هال هنا نعمل بهيدا الوطح الورك ديون ايه فيك تلعب تعمل الورك ايه اكيدة اكيدة فيك تستعمل الورك سوى لحظتي انا شو عملت جرحني هون كليتهم نصوى ما بقى عنا هالمشكلة انه يعصوا او يشدوا على بعضهم هلأ بدنا نشيلون على البيض دغري تركيلي العدة ام عم مقرب لك اللي عم ساعدك طب خلص ما را عمد الشي بقى خلص حتفرج بس مارسي دورا لايسا سأم تعرفي عدة الشافية خلص ما را حدقل بشي بقى مزعم مزعم يلا هيدا صلاحي هيدولة حطيتهم حدي هلا ما تغلص ما تغلص ماك حق ما انتوهت له للشغلة ما انتوهت سوري بعد زر يلا عم تحين مقبول لكن عم نلون غليف بالبيض هلأ عم حط لتحين نحمي نبليش نحمي الزيت هون لحست البطاطا هونيكة ماشي حالا ما عم نقلبها كتير مش لازم نغلبها بالزيت ما عم نقلبها كتير مش لازم نغلبها بالزيت بديها تاخد نون لانه شفتي ليك مش لازم مثلك انو خلص تصير مع الزيت مخلوطة لا صبتة صبتة دجا صبتة اكيد لانو اقسة شي بلشنا فيها عطول بقول انو نبليش من الأقسة للأطرة لانو بتعرف يا البتنجان دغري بيستوي معنا الفطر دغري بيستوي معنا والفطر ولو دال فيه قرش الفطر طيب يعني كمان بالنطبخ انو ما نخلية الخضرات تصير على طول مطبوخة زيادة عن الجن نحنا للجيج بذيت حتينا محطين أطوم بالمقلية بالمقلية لا لا بزيت بزيت نقلبهم نتأكد أنه 100% أنه تحين شربهم للتحين شربهم للتحين مضبوط بابريكا طيبة معها نستخدم بابريكا عادية ولكن أطيب أطيب أقوى هذه هي الكمية التي أضعناها بالبيض هذه كلها أو بعد سنكون في بابريكا بغير مطرحة البابريكا سيكون فيها بالسوس بالسوس نريد أن نساعد الطعام لأنه لا تستخدم بالبيض تحطي بس البابريكا تتعطي طعام للجيش ولكن لا تستخدم طعام تستخدمها بالسوس لكن هنا البطاطا حلوة مبدئيا ستخلص سأضيف علي أنا قلية البصل اللي أنا محضرها سأطلق قسم من قلية البصل هلا سأستخدمه للسوس هون هون يبدأ الزيت يحمى لكن البطاطا الحلوة والبصل تقريبا بحدود الأربعة دقاي الليناها هلا منضيف عليها البتنجان البتنجان بس رح تكب كمانا كتير ماء بها الحالة أكيد هلا لأنه أنا جايب الحبة صغيرة يعني ما عندي مشكلة ماني بحاجة لقصة إذا حبة صغيرة ماني بحاجة لتقصيها على طول إذا حبة كبيرة أفضل أن المستحسن كتير أنك تقصيها يلا هوني على النار كمانا تنبلش نقلي الفطر لحاله لأن الفطر يعطول بقول أنه بدنا نعطيه لدعة هوني البتنجان هوني شو القصة لازم تحمى بعد شوية صغيرة مشان هيك لازم ترك الزيت يحمى مضبوط خلينا نحضر السوس عنوية كليكي هون أنا عمل قلية البصل لك أنا قسمت قسمان قلية البصل يعني قلية البصل حطيتها هونيكي مع البطاطا الحلوة والبتنجان أصبت الثاني هون سوف أضيف عليها المبيض المبيض أبيض أو الفان روزي واحدة من اثنان يلبقوا رح نتركهم يغلوا مع البصل لتبخروا أخر شي ما نضيف عليها الكريمة السوية البلو تشيز بقلبها بس تسخن خلص بتأكد أن البلو تشيز دابت مضبوط ساعدتها خلص من شيلها شو اللي رح خليات شد الجبنة مع الكريمة بتتبي خليات شد الكريمة على طول إيه الكريمة والجبنة مع بعضهم الكريمة يعني الكوكين كريم يعني هي اللي عندها جودة عالية بتدلها بحافظة على التكستشور على النار بينما فيه كثير أصناف الكريمة بس تحطينها على النار بتصيروا ماي بتصيروا ماي مضبوط بس وقتها يسقع بيرجعوا بتحسن هيك مثل الجمدو شوي هذا ما بيكون كثير لا لا ما بيأثر لأنه إذا سقت بكترجعت سخنية بالنهاية سوص سخنة وعندما ترجعت سخنية بس ترجعت سخنية بترجع شو بيصير فيها بترجع بتكمش على بعضها لكينا هون الجيج بلشنا نقلي لاحظت الجيج كيف عامل كوش بس حطاني على النار عامل مثل كروت على الداير نتيجة تفاعل البيض والدخين مع بعضه وأناف انه مكفيه هون يعني فيها نعملها هون نخلصها هون لأنه دغري بيستوي دجاج معنا لأنه قصينه رفيع كتير رقيقة رقيقة يلا بطنجين بطنجين قد البطاطة الحلوة بطنجين قد البطاطة الحلوة كمية قد بعضها مازبوط بلش ريستويه شو عنا نعمل يلا شوية بغر بغر طلعت ريحة المبيض بلشت بخار ايه هيك دغري 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 تطغى على كل شي تاني صح ونشور اسا يلا اشتغل تجعل بعيننا تنبي هوني يلا الفطر كمان نقلل هوني يلا بنا لازم صار نقلب بالجيش لك اللون خدها على الكاميرا وصارت مثل كأنه في علاية من برا صح طيب هيك كتير صح كريسبي هيك تنعمل هيك في كتير مطاعم هوني يلتطوا اللحبة برجعوا بشيله بلتطو بنشا بلتطو اللحمة بالباد برجعوا بشيل بلتطو بنشا و بيقلوا باللوك كتير بيسخموا هادا الطريقة صح بس دسم شوي هلا نحنا ها هادا الواقس هي زيتها نفس السوس فينا نكون عم نعمل جيش يعني اخف شوي متلا صدر الجيش مشوي او شي فيكي فيكي ما في بروبلم لأنه دجا طعمة الفابريكا رح ناخدها بالصوص اي صح فمن شوية اي بس انت عاكيني معاوض على الأكل اللي بينقز من الأكل معاوض على الأكل الجسم انا ما كير بكير معاوضنا معاوض لكن هون يلاحظت الكريمة سوري البصل والمبيد تركنا هون يتبخروا يعني راح تلتر بيع كمية المبيد صار عندي إسانس المبيد هلق هون منضيف عليها رح حط السويا لسوري الصوري الكريمة وكي بارات النار توابريكا وبدنا شو ناكس من البلوت شيز الزبدة إلى شو شفت قالي بالزبدة هلا بدي ديف اخر شي من الزبدة شقة صغيرة مع القرنوتور مع البتنجين والبطاطا الحلوة لأنه كتير بيلبق لهم ترجعت حطي لهم شي مشان ما يطلعوا معنا ماشي لكينا على النار هيدا هي السوس باستغلة من شيلها لكينا قلية بصل شوية بصل مبيد كريمة تويا والبلوتشير حتى ليالي ما بيحبوا يفوتوا بقصة البصل والمبيد فيهم يجمعوا ثلاثة مع بعضا نحطوها على النار يعملوا شامبيون سلطية حطوهم بقلبة انف فينا نشيل البابريكا مثل ما حكيت انا حط شوية عشاب شوية بلاك بابر او جرين بابر بقلبة استخدمها لقطع التستيك ما في مشكلة نحنا بدنا الملح او شي هون ولا البلوتشيرز هي فيها تعم كل شي بلوتشيز سويا بابريكا عندك سبايسي وملح اكيدة موجودة بقلبة مانك بحاجة تحطي لا ملح ولا بغار ابيض ولا شي ابدا خلاص سرع لنا انف انف طعمت يلا هون بعد قلبة صغيرة تقريبا صاروا خالصين عملوا كروتش شابينيون كمان صاروا الرادي يلا شريط للخفق خلينا نحرك السوس بنمطر هال البلوتشيز الدوب مضبوط بنتأكد عطول انه البلوتشيز ما بقد مدلة شقفة على النار بستغلي بستحمة اكيدة رح ضغري الدوب يلا هون فطر رح ضيفهم فوق الجرنيتور البقية خليني كافة انا هون على هالمال سنلاحق البقية للجيج نضعهم ولو انه اللينا بالفطر ما بيأثر ما علي الطعمات كلها ما بيأثر 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 ما هي راح طعمة موسيقى موسيقى هذا الزلتة الجيج سريعه ولكنه رفيع رقيق كتير ما بده شيء 5 دقايق لا لا ما بده شيء بس هاو دي خلاص خلصوا ما بدنا اكتر من هيك استوت في زيادة يعني لكون عم نستوي الجيج على النار بحدود 6 دقايق كتير رقيقه بتكون استوت مية بالمية ما بقى فيه مشكلة مليا السوز قديبنا انتركها تغلي بس تغلي بنا نطفي عنا هاي دي كل الخبرية يلا نشيل بقية الغراد لنبلش نحضر بالسكب بديك تدوقي السوز من قطيب السوسات طعمتها غريبة بتخيل يعني جديدة بلوتشيز والبابريكا مزبوط يلا هوني بيح راسنا عم تأكد انه ما بقى فيها بلوتشيز بلوتشيز دابت فيها مزبوط السوية كتير له تأثير بهيدا الأكلة كتير الشوح مع انه كمية قليلة كمية قليلة بس بتعت الطعام بتعت ما انا بدوق بالأول بتعتأكد انا طيبة بعدين بس شوف دحكة تعرفي انه تفخي عليها شفية صغيرة سبا عم بتخيل بس هيك شوية تحذير تنشوف بتعمل ناطرتنا بلوتشيز مبين فيها على الأد على الأد لحظتي؟ منه تقيل؟ أبدا وإذا ما قلتلك انه فيها بلوتشيز ما رح أحذر هلا بنا نحذر إلي نشوف ذا رح يعرف نحنا خلص وقتنا بالكوكينج بس بيضال في البرزنتيشن بنا نبلش نسكوب نحنا نبدأ أيام لكن بعد البريك منكم مع تيس من بريك ومنكم يعني اليوم شو بنعتبرها الوصفة؟ دسمة ولا؟ دسمة دسمة دسمة؟ ما بدايع وقتنا لا 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 يعني الثلاث والشيخ خضره وهيك الوصفة نزعله مننا اليوم مش لقلنا ماتالي بليز ما تزعله مننا شو بعد عنا على النار تاني ما؟ يلا مبدئيا مبدئيا نحنا نصرنا رادي رح خلي هاوضي هون يتقلوا لكي انه خلصوا بعد بدهم دقيقتين نسكوب هاوضي لكن احنا تنذكر بالغانيتور عنا بطاطا حلوة وبتنجان وفطر صح وبصل بصل مقلة مزبوط لدجاج حتينا البيض والبيض حتينا معه بابريكا حتينا ملح والطحين واللينار مزبوط 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 وبصل وكريم وكريم نحن بسوس وبابريكا والطوئ وما زبوط وبلو تشيز ومزبوط أهم شيء الوبلو تشيز لدينا السوس على اليون لكي السوس عليك كيف لونا روز روزة من نتيجة البابريكا خلصت خلصت ولت يعني السوس لوحدة كتير طيبة كيف مع الادجاج السوس لحالة ايه ايه السوس من ايه قلتليك اداة سريعة فيها نستغني عن البصل والمبيض بقلبها لك اداة بتكون سريعة السوس فينا نستخدمها لك اليوم البلو تشيز بعد شقفاك على الجانيتور من فوق تلي مش عارف شو فيها ضغري يعرف صح ضغري يفهم شو فيها شربل ما فيش بيحترق معي انا شرب واقف عتلان همون شربل ما تفكرني مش سامعك ضغري العيب شربل عيب ايد احترقوا يلا طيب انا رح بلش دوق بسة هيك يشوف مع الادجاج صوري رح ااخد ضغري او بتسكب لانتا ايه بس تشوف طعمة السوس مع الدجاج تزدي السوس شوي زيلي خلينا نزدي شوي السوس عليها ونحسو سيزة بتمشي مع اللحمة او لا او بنا نغير فيها الشي الا احنا شيلة مننا البابريكا حطي بلاك بابر حطي روماران بقلبا مع البلو تشيز ما نخلي البلو تشيز ايه اكيد اكيد كريمة سوية بلو تشيز هاو دي اسس ومن هون تخديها البعيد انت بالوصفة اللي بتحبي تزيد عليها سفر يومني كتير طيبة كتير شهيتيني جد مع الدجاج كتير طيبة تاك الدوق حايس ايه حايس شابر شرح من قطب السوسات اللي ضيقتها مع حلوها شهيتيني شيف مارسي شيرز قدي هيني كمان شيرز دوظ ليه